هنوح لأخبارنا وهنبتدي مع كرة اليد خلاص بدأت أخبارنا المحلية أو أخبارنا جوه النادي الأهلي تبقى مباشرة مع الفرق مش من لعبتنا اللي مع المنتخبات لأنه خلاص في بعض الدوريات ابتدت يمكن أولهم هي كرة اليد النادي الأهلي لعب جولتين الحقيقة النهاردة في الدوري لعب الجولة الأولى مع الظهور وفاس 30 18 لعب الجولة التانية مع المعادي فريق المعادي فريق محترم جدا جدا على فكرة وفاس عليب نتيجة 27 23 الحقيقة المبركة في صورة الأمير عبدالله الفيصل بس خليني أوضح بعض الأمور المهمة لسياسة مستر ديفيد ديفيد المدير الفني لكرة اليد في النادي الأهلي مستر ديفيد ديفيد في الشوت الأول كما هو الحال في نفس السياسة اللي بيطبقها مستر أجوستي بوش في كرة السلح الشوت الأول بيجرب تبديل وتوفيق كثيرة يلعب ده مع داي غير التشكيلات يبتدي بتشكيل غير متوقع حارس مرمى أيضا غير متوقع بيعمل تبديلات وتوفيقات كثيرة لغاية ما يستقر على الأفضل ويلعب الشوت التاني بالأفضل خلينا أقول لكم أن نفس السيناريو ده اتعامل في بطولة الأبطال اللي تلعبت في البصنة والهارسة كلنا أنها لحضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي نفس السيناريو الشوت التاني بيكون شوت مختلف عن الشوت الأول مع أهلي ديفيد ديفيس لكرة اليد طب الهدف من ده ايه أو الحكمة من ده ايه الحكمة من ده أنه يوصل في المباريات القوية بدون ما فكر يوصل للمباريات القوية وهو عنده تصور كامل عن الإمكانات اللعيبة خلي بالكم الحاجة مهمة جدا لا يعني مش معنى أن أنت مدرب أنا معك بقالي سنة أن أنا اكتشفت كل إمكاناتك اللعيب لا إحنا ممكن نقعد سنة واثنين وثلاثة أنت بتكتشف إمكانياتك كان فيك دايما مقولة كان دايما بيقولها الدكتور عادل صبري يعني رحمة الله عليه كان يعني مدير فني منتخب مصر كورتسالة ونادي الجزيرة كان هو من المدربين المديرين الفنيين اللي مش هيجي زيهم يعني الحقيقة أو يعني طبعا مع كل التقدير هو حتى المدربين الموجودين المصرين بيقولوا عليه كده دكتور عادل صبري كان يقول لك أنا أعود أكتشف اللعيب لغات ما يبطل كان بيقول كده لأنه كان ممكن يلاقي لمسة حركة فكر تصرف من اللعيب في ملعب أول مرة يشوفه ما شافوش في المباراة اللي فات فالنهارده مستر ديفي ديفيز عمال يفكر ويجيب ويجيبها يمين ويجيبها شمال عشان لما يوصل المرات المهمة يبقى مكتمل معه كل أسلحته خاصة أن احنا أول بطولة لنا دخلين على الليف العالي جد قال له وهو بطولة العالم كأس العالم الانديال اللي هتلاقي في مدينة الدمام للسنة التانية على التوالي واللي هشارك فيها النادي لحن السنة اللي فاتنا دي أخد رابع كسبنا مباراة مهمة جدا وطلعنا بها لعبنا سيم فاينال خسرنا ولعبنا تات ورابع وخسرنا ولكن بشرف فالنهارده انت مطالب تحقق مركز أحسن مركز يعني أفضل من رابع فالنهارده مش هدلت تروح خاصة أنت مومبيل الفرنس انت تعادلت معاه فانت خلاص يعني بتتكلم للعالمية وزي ما شفنا عمر الجند اللي كان بيتكلم من شوية بيقول ان احنا المختلف في السنة دي هو الاحتكاك وده اللي صوتنا الحقيقة يعني راح من كتر الكلام ان يا جماعة المنتخبات هتقوى بالاحتكاك كرة اليد ما عملوش يعني معجزة اللي عملوها دي إلا بالاحتكاك النهارده كابتل عمر الجندي بيتكلم لعبنا بورتريكو لعبنا لفرق جامعات لفل وان هناك في أمريكا لعبنا 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 المكسيك لعبنا الأردو لعبنا لبنان في المباراة الودية فرق كلها بتلع في كأس العالم فالنهارده المباراة الودية والاحتكاك لازم يستمر مش معنى تجربتنا مع كأس العالم انتهت ان الاحتكاك يقف نفس الكلام بالنسبة للمستر ديفيد ديفيدز مش معنى ان انت رايح تلعب في بطولة الأبطال وهتلعب بطولة العالم لازم تفكر عن الليفل ده ان انت تقدر تكسب مطشط مهم بعد كده لما تلاعب فرق أوروبا وتكسبها صدقني هتبقى أفريقيا بالنسبة لك بالدور المحلي عبارة عن فسحة نزهة انت رايح تتفسح وتلعب مباريات لان انت هتكون بتلعب في ليفل تاني خالص وهو ده اللي مستر ديفيد ديفيد عايشه الاحتكاك 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 والنادي الأهلي الحقيقة موفر ده اللي لعبته موفر ده المديرين الفنيين فرقة كورت اليد النهارده الشوت التاني غير الاول لهذا السبب لان كتير جدا الحقيقة شفت حوارات انا ما تبقى السوشال ميديا زي زي كل اهلاوي شفت حوارات ليه الفرقة في الشوت التاني بتبقى افضل من شوت الاول عشان السبب ده ده تفسير منطقي وتفسير اللي ملوش يعني اي يعني اختلاف انه انه مستر ديفيد ديفيد عايز يجرب في شوت الاول كل حاجة عشان يبقى عنده فرصة شوت التاني يختار الافضل ويلعب به ويفوز فرق كبير كل التوفيق طبعا لكرة اليد في النادي الأهلي الحقيقة اللي ماشية بخطة سابتة بعد دعم مجلس الادارة بقادي كابتر محمود الخطيب اللي احنا من هنا بنقوله الف سلامة كابتر محمود ان شاء الله ترجع بمليون سلامة ان شاء الله لينا تاني وتنور النادي الأهلي تطمن هو طبعا يعني الفرق راجع النهاردة بسلامة الله ان شاء الله للنادي الاهلي فرقة الكورة هي لسه في من فيينا راجع في الطيارة التصور ان خلاص يعني ممكن تكون نزلت في مطار القاهرة او هتنزل في مطار القاهرة نتمنى التوفيق طبعا لكل فرق النادي ولكن عايز اقول لكم ان دعم مجلس الادارة بقادي كابتر محمود الخطيب مستمر لغاية ما الفرقة توصل لمنصات التتويج الوضع حصل مع كورة السلة خلينا بس نفكركم كده ونرجع بالذكرة كورة السلة كانت هي لعندها الأزمة من 4-5 سنين واليد والطائرة ما كانش عندنا مشكلة حصل دعم جبير لكورة السلة ما شاء الله بنحصد البطولات دلوقتي نفس الكلام حصل مع كورة اليد دروب سنة واثنين دعم بشكل مستمر النهاردة كورة اليد ماشي على الطريق الصحيح الكورة الطائرة السنة اللي فاتت حصل فيها دروب السنة اللي فاتت دروب برضو ولكن الدعم بدأ بشكل كبير جدا للفريق 100% هيرجع تاني لمنصات التتويج مش منصات التتويج احنا بديكلم على الأول أول في كل شيء فان شاء الله هيرجعوا تاني لمكانهم الطبيعي سواء رجال أو سيدان اشتركوا في القناة